هروبا من جحيم حرب ميليشيا الحوثي وضربات طائرات التحالف في مدينة زبيد كانت أسرة الحاج منصور الحظرم على موعد مع الشتات والضياع في لحظات لم تكن تتوقعها في يوم من الأيام نزحنا من مديرية زبيد إلى مديرية محافظة تعز بسبب الوضع الطارئ الذي كان موجود بمدينة زبيد بسبب الحروب والمشاكل وخصوصا كان على المناطق على الخطوط العامة تعيشنا في خوف وقلق وعدم النوم من كثرة الضرب من كثرة سماع لضرب الطيران والمدافع ما ننام النوم تفاصل حياة هذه الأسرة المكونة من 12 فردا وتعيش في منزل متواضع بزبيد بدأت حينما اجتاحت ميليشيا الحوثي الحي وحولته إلى ساحة حرب واقتتال وتحولت معه حياة هذه الأسرة إلى جحيم لم تستطع الصمود والعيش في أجواء تفوح منها رائحة الدماء والموت أربع فتيات وطفل ووالدهم فروا إلى تعز بينما غادر بعضهم إلى مدينة الحديدة ومن تبقى منهم لم تساعده الظروف العصيبة على مغادرة المنزل دخلنا هنا محصناش لا فرش ولا بطانيات داخل البيت اللي دخلنا فيه لا فرش ولا بطانية ولا إغاثة وخصوصا أنت تشوف أمامك ما بو لا شبابيك ولا بو أبواب ولا بو حاجة يعني دخلنا البيت فاضي للنهاية بعدين إنسان في بيته مستور بالعافية يعني الإنسان ينطر أحيانا يحكي بشي لم يريد أن يحكي به بس نحن نجد الحين في أيام صعبة جدا جدا وصلت فاطمة وأشقاؤها إلى هنا ولم تجد سوى مبنى متهالك تفترش أرضيته وتلتحف السماء بالإضافة إلى أنها تفتقر لأدنى مقاومات العيش خصوصا وأن هؤلاء القادمين من المناطق الساحلية على موعد مع شتاء قارس وهكذا تعيش هذه الأسرة معاناة في عالم من النسيان والإهمال وتنتظر يد العون والمساعدة لمواجهة ظروف الحرب والضياع حمزة أمين قناة بلقيس